موسيقى أجيب بصحيح أو خطأ عن إثباتات تالية ألف يحمي الألومين فليز ألومنيوم من التآكل صحيح يسلع الماء المالح تأكسد الحديد صحيح صدق الحديد مادة غير مسامية خطأ يتميز النحاس ببريقه الفليزي خطأ أصل يساهم عناصر المجموعة A بعناصر المجموعة B المناسبة ألف أكسيد الحديد هو رقم واحد F2 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 F3 F2 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 F4 F3 F3 F2 F3 F4 إملأ الفرح بما يناسب من الصيخ الكيميائي إذا نرى المعادلة الأولى إذا ما نضيفه في آلف إذا هنا نطبق قوانين نحفظ الضرات نوعا وعدادا أثناء التفاعل الكيميائي ما يعني أنه نفس النوع الذي كان في المتفاعلات ونفس العدد المتفاعلات يكون في النواتج إذا هنا آلف إذا هنا في المتفاعلات نقصنا الأكسجين مما يمكننا نقص بالدائمة والا إذا هنا هنا تراكب الأكسجين وهي هو ماء إذا هنا أعتقد أن أثناء أثناء من سألطبي الجود نوازنت هنا إلا إلها تطبيب المتفاعلات لorteděات إلا الحضر في المتفاعلات الإلهاب المتفاعلة كلي من المتفاعزة المتفاعزة الضغط لنقصنا هي الزنج زاد ان اذا با نضيفها زاد ان اذا سيكون لدينا جوز ديال الضغط الزنج جوز ديال اكسيدان هي هذه نزول معادلة الثالثة نضيفه في جيم في المتفاعلة شمان ضغط الحديد ف او هنضيفه ف او اذا هي هذه موزن اربعة ديال ف او في المتفاعلة فيها او اكسيجين ستا ستا هي هذه المعادلة الرابعة المتفاعلة في المتفاعلة في المتفاعلة في المتفاعلة يكون اربعة شمانون ستا ديال دراص ديال الاكسيجين 1 دراص اذا اخصنا في النواتج هي تكون 6 اذا شو نكتبه في الدان ان نكتبه AN2 و 3 AN2 و 3 بشعيش سبحان انا او اربعة دارة العلمية في المتفاعلة اربعة في النواتج واستاذ اوكسيجين في متفاعلة واستاذ اوكسيجن في النواتج إذا ندر الموازنة في نفس الوقت أختار الكلمة الملائمة ألف يتكون الصدق نتيجة تفاعل الحديد مع 1. تنائي الأزر 2. تنائي الأكسجين الجبصحيح هو تنائي الأكسجين ب هذا التفاعل عبارة عن أكسادة 1. بطيئة ثانيا سريع جبصحيح أولا بطيئة جب يتكون الألومين نتيجة تفاعل الألومينيون 1. تنائي الأكسجين 2. تنائي الأصول جبصحيح 2. تنائي الأكسجين ثاني الصدق مادة 1. مسامية 2. غير مسامية يجب صحيح لدى مسامية اذا نجي التجربة التالية انا نقوم اذا اخذينا هنا على اليمين عندنا حاوض فيه ما ودلنا فيه مخبار مضرج فيه تنائي الاكسجين وصف من الحادث اذا هنا في تجربة اليسار اه مخبار مضرج فيه هوا هنا تجربة الفرق هي ان اللولة فيها تنائي الاكسجين وليسار فيها الهوا اذا نترك هذه التجربة لبعض ايام ونلاحظ ماذا سيحدث اذا نلاحظ التجربة نلاحظ ان المخبار اليمين انتلئ تماما بالماء بينما المخبار اليسار جزء فقط السؤال لماذا انتلئ المخبار موجود في اليمين بالماء بينما المخبار موجود على اليسار لم يمتلئ بشكل تام اذا هنا تجربتين اذا هنا كبه ان الحديد صف الحديد يتفاعل مع الاكسجين يتفاعل مثل اذا نسبة الاكسجين موجودة في المخبار اليمن فهي مئة في المئة اذا تكون حديد اوكسجين يتفاعل مع اوكسجين يتفاعل مع اوكسجين في الهواء هذا الهواء اذا نسبة الاكسجين في الهواء كان 20% اذا ستفاعل مع الصف الحديد اذا ستفاعل مع اوكسجين 20% لان المخبار المدرج هذه الهواء هي المخبار المدرج حجم مئتين وخمسين اذا اولتنا مئتين اذا خمس الحجم الهواء هو الاكسجن هاتش اللي كان في التجربتين ننجز التجربة المبينة في الشكل امامكم اذا قرورة واحد في الهواء الماء ومصمار اذا قرورة جوش في الهواء والزيت والماء اذا بعد عدة ايام نلاحظ ان المصمار في القارورة واحد قد اصابه الصدع بينما المصمار الموجود في القارورة اثنان لم يصدع ما هو دور طبقة الزيت اذا دور طبقة الزيت هي انها لا تتترك تصرب الهواء الى الماء يعني تمنع الزيت تمنع تصرب الهواء الى الماء اذا يقول هنا الماء خالي من الهواء فلا يصدعوا المسمار موسيقى موسيقى